موسيقى بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم أيها الأحباب في حلقة جديدة من برنامج في أروقة رمضان موعدنا اليوم مع شخصية فذة أديب وشاعر وفارس مقاتل وسياسي وسفير قاتل الصليبيين والروم يعني الروم البيزنطيين وقاتل الباطنية بل وقاتل الأسود الضوهري وتشعبت علاقاته حتى كان في حاشية الملوك في الموصل وفي الشام وفي مصر بل كانت له علاقات مع الصليبيين داخل مدنهم وصلى ببيت المقدس يوم أن كان بيت المقدس حظيرة خنازير عاصر عماد الدين زنكي وابنه الشهيد الملك العدل محمود نور الدين ومن بعدهما صلاح الدين الأيوبي عاصر ضياع بيت المقدس وشهد في آخر عمره استرجعها أدرك نهاية الدولة الفاطمية العبيدية في مصر وترك لنا كتاباً هو من أهم ما كتب في تاريخ ذلك الوقت ولعل أكثركم قد عرفه بالفعل إنه الأمير الشاعر الفارس أهل المشهور أسامة بن منقذ الذي توفي في مثل هذا اليوم 23 رمضان من عام 584 للهجرة بعد سنة واحدة من استرجاع بيت المقدس على يد صلاح الدين أسامة بن منقذ يعني عائلته كانت تملك قلعة اسمها قلعة شيزر قلعة شيزر قلعة مشهورة في الشام قريبة من حماه ومكانها مكان استراتيجي على نهر العاصي ولأنها قلعة مبنية على نهر النهر يحيط بها من أغلب جهاتها وكذلك هم حفروا خندقاً بحيث أن القلعة تزداد حصانة وموقع القلعة كان في مكان استراتيجي وكان في موضع التنافس بين الأمراء والملوك فلذلك كانت هذه القلعة مهمة بحيث أنها تسيطر على منطقتها وكانت كذلك لحصانتها أشد أهمية فلذلك تنازع عليها المسلمين طبعاً في الشام في ذلك الوقت كانت منقسمة بين عدد من الأمراء حلب دمشق حماه فالمسلمين كانوا يتنازعون عليها الصليبيين الذين حضروا وجاءوا في زمن الحروب الصليبية يعني الصليبيين اللي هم المسيحيين الكاثوليكيين الذين جاءوا من أوروبا الغربية الرومي البيزنطينين وهؤلاء اللي هم الصليبيون الشرقيون الذين كانت عاصمتهم القسطنطينية الأعراب من قبيلة بني كلاب التي كانت موجودة في هذه المنطقة كذلك الإسماعيلية الباطنية الحشاشين الذين كانوا ينتشرون في ذلك الوقت وكانوا خطيرين جداً وكانوا ينفذون عملية الاغتيال وحتى في ذلك الوقت كان هناك حول هذه المنطقة غهبات وآجام وكان فيها أسود وفهود ونمور فالحقيقة سنجد أن صاحبنا واجه كل هؤلاء أسامة بن منقذ ولد في عام 488 قبل بدء الحروب الصليبية بعامين فقط فنشأته في جو المعارك يعني حين تنشأ أسرة تكون مستولية على قلعة بهذه الأهمية في مثل هذه الأجواء فلذلك نشأ في جو المعارك وعامة كانت تربية الأمراء كما نقرأ في تاريخنا الإسلامي تربية تجمع بين العلم والحرب يعني لا بد أن الأمير الذي ينشأ أن يؤتى له بالمعلمين الذين يعلمونه القرآن والحديث والتفسير والأنساب والفقه والعلوم فضلا عن تعليمهم الحرب الرمي والفروسية وركوب الخيل هذه كانت تربية الأمراء فأسامة بن منقذ كان شخصية مهمة خصوصا وأنه كان يعد لكي يكون وليا للعهد يعني جده حين ترك أو حين مات كان له أب وعمين فأما عموه الأكبر فتولى الحكم لكنه حين مات آلت الإمارة إلى أبيه لكن أباه كان رجلا متدينا وكان زاهدا وكان يعمل بنسخ المصاحف وهو ذكر أن أبوه نسخ حوالي 42 مصحف ونسخ بعضها بخط الذهب وبعض هذه المصاحف كانت مصاحف ملونة على نحو المصاحف التي نراها الآن يعني أنه يكتب بعض الألفاظ وبعض الأحكام وكان مصحف حوله حاشية تفسير المهم والد أسامة بن منقذ كان زاهدا فذهبت الإمارة إلى عمه عمه هذا لم يكن له ولد فكان يعد أسامة بن منقذ لكي يكون ولي العهد من بعده لكن فيما بعد ولد لهذا العم ولد فصار مسألة وليات العهد عن أسامة بن منقذ وبدأ يهتم بولده فاضطر أسامة بن منقذ إلى أن يخرج خارج قلعة شيزر أسامة بن منقذ باعتباره شخصية سياسية موهوبة وفارس وأديب وشاعر على علم فلذلك تنازعه الأمراء بالمناسبة إلى ما قبل خمسين سنة فقط إذا نظرت في حاشية الرؤساء والملوك الموجودين في عصرنا هذا فستجد أنهم لم يكونوا من أهل البلد يعني إذا نظرت في حاشية ملوك السعودية مثلا أو حاشية الرؤساء والملوك في الشام أو الرؤساء والملوك في العراق أو في مصر فستجدوا أن من بين أهم رجال الدولة أناس ولدوا ونشأوا وعاشوا وتعلموا في مناطق أخرى فيعني عايز أقول إلى فترة قريبة فقط كان الشخصية الموهوبة يستعان بها في أي مكان بغض النظر عن مكان نشأتها فأسام ابن منقذ كان يتنازعه الأمراء ويحاولون أن يتمسكوا به فمن عماد الدين زنكي إلى عدوه الذي كان خصمه حاكم دمشق معين الدين أونر وابنه الشهيد الملك العادي لنور الدين محمود زنكي وفيما بعد صلاح الدين وكذلك الفاطميين العبيديين وهو أسمى ابن منقذ كانت له علاقات مع كل هؤلاء بل كانت له علاقات كما قدمنا بالصليبيين وكان يعمل فيه السفارة أحيانا بين المسلمين والصليبيين الكتاب الذي تركه أسمى ابن منقذ والذي يعد من أهم الكتب المتركة في هذه الفترة هو كتابه الشهير كتابه الاعتبار كتاب الاعتبار يعتبر مذكرات متقدمة فسجل فيه أسمى ابن منقذ يعني بعض الأخبار التي مر بها وسجل فيه حتى أواخر عهد الدولة العبيدية الفاطمية والمنازعات التي كانت بينها وسنجد وعجبا سنجد في ذلك الوقت كان هذا العصر في الدولة العبيدية الفاطمية يسمى عصر الوزراء لأن الخلفاء كانوا قد ضعفوا فسنجد إنه وزير يقتله وزير ثم يتولى من بعده ثم يقتله وزير وتولى من بعده ومع ذلك أسمى ابن منقذ ذو علاقات طيبة مع كل هؤلاء مع المنقلب ومع المنقلب عليه ولا يضره ذلك فسنجد من ابن مصال لابن السلار لابن عباس لابن زوريك هؤلاء الوزراء كلهم انقلبوا على بعضهم ومع ذلك علاقته أسامة بهم علاقة متميزة بل أنه واحد زي ابن زوريك الوزير المصري هو الذي تولى حماية أسامة ابن منقذ أهل بيتي أسامة ابن منقذ حين خرج إلى الشام فتجد في ذلك الوقت يعني في هذا الكتاب مصدر تاريخي لأواخر ما حصل في نهايات الدولة العبيدية الفاطمية وفيما بعد دخل وسمى بمنقذ في خدمة نور الدين في خدمة معين الدين أنر وفيما بعد كان يعني بدأ يعتزل في حين شعر بالكبر فاعتزل في حصن كيف وكتب بعض كتبه إلى أن استدعاه السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي لكي يكون في حاشيته لأن ابن أسامة بن منقذ كان من حاشية صلاح الدين الأيوبي طبعا ذكرت أن أسامة بن منقذ كان في حالة من الجهاد ضد أعداء كثيرين الصليبيين الأعراب صاحب حماة غيرهم فلذلك سنجد أن أخوه عز الدولة استشهد في قتال للفرنج لما كان بعسقلان عسقلان هذه كانت تابعة للعبيدين الفاطميين وفي بعض الأحيان تولى أسامة بن منقذ ومعه أخوه حمايتها من الفرنجة وفي أحد المعارك استشهد أخوه أبو الحسن علي والذي كان يلقب بعز الدولة وهنا أيضا كان أسامة بن منقذ سفيرا بين العبيدين الفاطميين وبين نور الدين في محاولة للاتحاد على الفرنج كتاب أسامة بن منقذ مليء بالعظات والعبر والأخبار الطريفة الجميلة المبدعة التي تنظر منها إلى واقع ذلك الأصر فمن أهم ما فيها أخبار الجهاد أسامة بن منقذ باعتباره كان فارسا طعانا قضى فترة يتكلم عن الطعنات القاتلة وكيف تكون الطعن القاتلة وكانت له نصيحة أنه كثير من الفرسان يتصور أنه حين يسدد الطعن بقوة فإن هذا يفيده هو يقول لا لا ينبغي للفارس أن يفعل ذلك ينبغي للفارس أن يركز على موضع الطعنة ثم يترك قوة الفرس واندفاعتها لكي تكون هي قوة الضربة وأورد طرائف عن طعنات قاتلة سلم منها أصحابها يعني عاشوا بعد أن كان لا يمكن تصور أن يعيشون وعن طعنات قوية مثلا مثل طعنة واحدة قتلت فارسين وفرسيهما أو مثل خدشات بسيطة تسببت في موت أصحابها يعني هو يذكر أن أحد المواقف التي رأاها أن رجلا جسيما طويلا عظيم الجسم كان يعمل بالخياطة وبينما هو داخل بيته يتكئ على أريكته إذ دخلت إبرة في يده فكان يقول فكان يتألم منها تألما يسمعه من بالمدينة يعني هو لأنه جهير الصوت والألم عليه شديد فكان تألمه من هذه الإبرة التي دخلت يده يعم المدينة كلها ومات منها فهو يقول انظر كيف أن الرماح حين تخترق بعض الناس يعيشون بعدها وكيف أن هذه الإبرة قد أهلكته من عجيب أيضا ما رواه أسامة بن منقذ أحوال النساء في الجهاد فذكر كثيرا من أحوال النساء في الجهاد من ذلك مثلا أن امرأة كان زوجها ذا موهبة قوية وهو موهبة أنه ينظر نظرة بعيدة فيرى الناس عن بعد بدقة يعني هذه موهبة المنظار بصره حديد فكان المسلمون يستعينون به في استطلاع الفرنج فيعدون لهم الكمائن ونحو ذلك ثم إن هذا الرجل باع موهبته هذه للفرنج يعني تخلى عن المسلمين وصار عينا للفرنج ضد المسلمين يقول أسامة بن منقذ ويروي أن امرأته قتلته لأنه صار عينا على المسلمين لصالح الفرنج ومن ذلك أيضا ما رواه أسامة بن منقذ عن أمه هو يقول في أحد هجوم الباطنية الإسماعيلية الحشاشين في أحد هجومهم على هذه القلعة أمسكت أمه بأخته يعني أخت أسامة بن منقذ التي هي ابنتها ووضعتها في موضع من فوق القلعة على أساس أن هؤلاء إذا استطاعوا الوصول إليهم في بلوتهم فإنها تلقي ابنتها من فوق هذه القلعة فتموت فهو أهون عليها من أن يسبيها هؤلاء الإسماعيلية الباطنية الحشاشين وهو أمر شكره لها أسامة وشكرها وشكرته كذلك هذه البنت يذكر أيضا من جهاد النساء أن مجموعة من الفرسان الصليبيين أخطأوا في ممرهم فدخلوا إلى القلعة وصاروا مرتبكين لأنهم لا يدرون في أي مكان وقعوا فدخلوا إلى المدينة وهاجمهم الناس فجاءت امرأة فصارت تأخذ من فرسان الفرنج تأخذهم يعني تشدهم وتدخلهم إلى بيتها وتقول ابقى هنا لا تتحرك فالفارس الفرنجي من حيرته لا يدري هل هذه المرأة تنقذه من افتراس المسلمين له داخل القلعة أم أنها تحبسه لكي تسلمه فيما بعد للمسلمين قال ففعلت هذا مع أربعة تخرج من البيت تسحب الجندي تدعوه في البيت لا تتحرك وهو من ارتباكته لا يعرف حتى استكملتهم أربعة ثم سلمتهم إلى المسلمين فكان هذا الجهاد الجهاد النفسي يعتمد على قوة شخصية هذه المرأة وبرعتها وفي النهاية سلبت ما كان على هؤلاء الفرسان من السلاح والعدة والعتاد يذكر أيضا وهو هذا مما تميز به كتاب الاعتبار لأسامة بن منقذ يذكر أحوال الصليبيين في ديارهم يعني نحن ذكرنا أن الرجل كانت له علاقات حتى مع الملوك الصليبيين وكان أحيانا يكون سفيرا بين بعض المسلمين وبين هؤلاء الصليبيين في توقيع الهدنة أو في إنشاء تحالفات وذكرنا أنه صلى أياما في المسجد الأقصى أياما كان حضيرة خنازير فهو نقل صورة للمجتمع الصليبي من داخله وهذه الصورة تبين وتوضح لنا كيف أن هؤلاء الصليبيين حتى وإن كانوا قد انتصروا على المسلمين عسكريا إلا أنهم هزموا أمامهم حضاريا وأن الصليبيين بدأوا يتعلمون فنون الحضارة من المسلمين ولذلك كان الصليبيون الذين يأتون حديثا أو يأتون من أيام قليلة أشد في البداوة والشراسة والوحشية من الصليبيين الذين هذبتهم طباع الحضارة الذين جاءوا مبكرا واختلطوا ورأوا الحياة عند المسلمين هذا شأنهم في الأكل وشأنهم في الشرب وشأنهم في الملبس وشأنهم في المجلس فمسألة كيف انطبعت الحضارة الإسلامية على هؤلاء الصليبيين نرى صورة لها في كتاب أسامة بن منقذ وأحيانا في بعض هذه الهدى كان الصليبيون يعالجون عند المسلمين ومن أهم القصص التي رواها أسامة بن منقذ كيف أنه رأى فارسا صليبيا مصابا فجيء له بطبيب عربي فهذا الطبيب العربي كان مصابا في ساقه فهذا الطبيب العربي بدأ يرتب له بعض المراهم بعض المستحضرات أو المركبات لكي يدانها على ساقه فجاء رجل صليبي طبيب صليبي فكان يقول ما هذا ما هذا الذي تفعل كيف تصدقون الطبيب العربي ولا تصدقون الطبيب الإفرنجي فأصر على أن يعالج هو هذا الفارس فأصر على أن يعالج هو هذا الفارس فماذا فعل نرى ذلك بعد الفاصل إن شاء الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عدنا إليكم من جديد مع قصة الطبيبين العربي والصليبي يذكر أسامة بن منقذ أن الطبيب العربي بينما جهز مستحضرا ومرهما ومركبا لعلاج ساق هذا الصليبي جاء الطبيب الصليبي وهو يقول ماذا تفعلون تصدقون الطبيب العربي طيب فماذا اقترح اقترح على الفارس أمر من هل تحب أن تعيش برجل واحدة أم أن تموت بساقين فيعني الخيار الذي طرحه هو أنه لا بد من قطع هذه الرجل فاختار الفارس الصليبي أن يعيش برجل واحدة فجاء بالساطور وجاء ببعض الجنود فأمسكوا به فضرب ساقه أكثر من ضربه سال منها مخ الساق يعني النخاع وبالتالي مات الرجل الصليبي وفي ذلك الوقت أيضا امرأة جاءت وهي تشكو الصداع المستمرة في رأسها فحاول معها الطبيب العربي ثم جاءه هذا الطبيب الإفرنجي وقال إن رأسها يسكنه شيطان وطيب ماذا تقترح اقترح أنه يجرح يحلق شعرها ويجرح رأسها جرحا على هيئة الصليبي ثم يحشوه ملحا وبالفعل فعل ذلك فماتت المرأة أيضا من هذا المرض فمسألة الحضارة التي كان المسلمون متفوقين فيها في ذلك الوقت بالنسبة إلى الصليبيين نرى من آثارها ما رواه أسامة بن منقد وكذلك روا أمورا من طبائع الفرنجة يعني منه هو يقول أنه هم ليست لهم فضيلة إلا القوة والشجاعة وهو دائما يذكرهم فيقول لعنهم الله يقول ليست لهم من فضيلة إلا القوة والشجاعة فهم أشداء في القتال كما أن البهائم لا فضيلة لها إلا القوة والبأس أما غير ذلك فهم خلات من هذه الأخلاق ويذكر أن مسألة انعدام الغيرة عندهم انعدام النخوة ويتعجب من كيف أنهم فرسان أشداء في القتال مع خلوهم من هذه النخوة والغيرة على أعراضهم طبعا العقلية الإسلامية العقلية العربية يعني فروسية المرء فرع عن نجدته ونخوته وشهامته وحمايته لآله وعرضه لكنه يقول يكون الرجل ماشيا مع امرأته فيأتي الرجل فيأخذ امرأته منه فيختلي بها فيحدثها وربما إذا طال بهم الحديث تركها زوجها ومضى على أن تلحق به فليست عندهم غيرة فهذه كانت من الأمور التي يتعجب لها جدا على كل حال يعني غاية ما في هذا الكتاب والكتاب مليء بالأخبار الجميلة الطريفة التي حتى فيها نوع من الطرائف بمعناها التي يمكن أن تحكى للأطفال كالنمر المجاهد الذي استطاع أن يقتل صليبيا فارسا قويا قد أنهك المسلمين وأهم ما في كتاب الاعتبار لأسامة بن منقذ هو هذا الدرس الذي دندن حوله وطنطن حوله كثيرا وهو مسألة أن الشجاعة لا تقرب أجلا والجبن لا يؤخره ومسألة تقلب الأحوال نحن ذكرنا أن أسامة بن منقذ تقلبت كان رجلا سياسيا فتقلبت به الأحوال يعني هو في يوم من الأيام كان ملكا متوجا في حاشية الدولة العبيدية الفاطمية اليوم الثاني حين انقلبوا على الوزير الذي كان في حاشيته هو صار لا يأمن على نفسه لأن هذا الوزير الذي هو ابن عباس خرج من مصر فتناوشته الأعراب وتناوشه الفرنج وصار لا يأمن على نفسه ولا على أهل بيته وعياله وتعرض لنهب الأعراب وتعرض لنهب الفرنج ولم ينجه إلا الله تبارك وتعالى فأسامة بن منقذ كثيرا ما يطنطن حول فكرة أن الأجل حصن حصين وإن الإنسان كم يتعرض للموت تعرضا طويلا وشديدا ومع ذلك فإنه يظل من الموت في مأمن لأن أجله لم يأتي بعد ويقول أنه من الدروس التي استفادها من والده أن الحرب تدبر نفسها بنفسها وأنه مهما وضعت من الخطط الحربية فإن هذا حين تنزل إلى الميدان يكون أمرا مختلفا وتجري عليه من المقادير ما لم يحتسبه المرء فعلى كل حال ترك لنا عبارة مهمة يقول فيها فلا يظن ظن أن الموت يقدمه ركوب المخاضر ولا يؤخره شدة حرر ففي بقائي أوضح معتبر فكم لقيت من الأهوال وتقحمت المخاوف والأخطار ولاقيت الفرسان وقتلت الأسود وضربت بالسيوف وطعنت بالرماح وجرحت بالسهام والجروح وأنا من الأجال في حصن حصين إلى أن بلغت تمام التسعين فرأيت الصحة والبقاء كما قال صلى الله عليه وسلم كفى بالصحة داء فأعقبت النجاة من تلك الأهوال ما هو أصعب من القتل والقتال وكان الهلاك في كنه الجيش أسهل من تكاليف العيش استرجعت مني الأيام بطول الحياة سائر محبوب اللذات وشاب كدر النكد صوف العيش الراد وهو في هذا يذكرنا بكلمة خالد بن الوليد رضي الله عنه لما قال ما في جسدي موضع إلا وفيه ضربة بسيف أو رمية بسهم أو طعنة برمح وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء وفي شأن الجهاد أسامة بن منقذ يذكر لنا أحاديثة تذكرنا بالصحابة الأولين يعني يذكرنا بالرجل الذي يحكي عن الرجل إن كان في قلعة شيزر بلغ الثمانين وبدأ يضعف فقال له الأمير أمير القلعة يعني لو أنك بقيت وأجرينا عليك ديوانك ويكفيك عيالك يعني أولادك يجاهدون وأن تبقى في بيتك قال نعم فظل فترة في بيته ومع ذلك رجع إلى الأمير فقال له أيها الأمير إن موتي على فراشي أحب إلي من موتي على فراشي وكان قد عمي وذهب بصره فسمح له الأمير فنزل في قتال قادم وسدد طعنة النجلاء أنقذ بها عدد من المسلمين فهذه قصة تذكرنا مثلا بسيدنا عبد الله بن أم مكتوم حين أصر على أن يحضر معركة اليرموك وهو أعمى وبعمر بن الجموح وهو أراد أن يغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وأن يطأ الجنة بهرجته على كل حال في هذا الختام توفي أسامة بن منقذ بعدما جاهد مع نور الدين ومع صلاح الدين في مثل هذا اليوم 23 رمضان في سنة 584 ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه وأوصيكم بهذا الكتاب أن تقرؤوه وأن تعلموه لأبنائكم ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر